حرب ثالثة بين روسيا والشيشان في سوريا يشير اليها مراقبون مع دخول موسكو طرفا الى جانب نظام الاسد بحجة ضرب الارهاب قبل وصوله الى روسيا حسب ما اعلن الرئيس الروسي بلاديمير بوتين فالطائرات الروسية تقصف مواقع في محافظات اللاذيقية وحلب وادلب وهي المناطق التي تضم العدد الاكبر من المقاتلين القادمين من القوقاز الروسية ومن جمهوريات سوفيتية سابقة في اسيا الوسطى لا سيما اوزباكستان وتجيقستان بالتالي فان استهدافهم حسب خبراء يشكل هدفا مباشرا للاستراتيجية الروسية اول حرب بين الطرفين دارت بين عامي 94 و96 من القرن الماضي تلتها حرب ثانية عام 99 المرصد السوري لحقوق الانسان يقدر عدد المقاتلين الذين قدموا من الشيشان وداغستان ومناطق اخرى الى سوريا بالفين على الاقل فيما اشار مركز مكافحة الارهاب لرابطة الدول المستقلة الى وجود الفين روسي فقط في صفوف تنظيم داعش واضاف ان الشيشانيين يتمركزون في محافظات ادلب وحلب واللاذقية لا سيما في صفوف جماعة جند الشام التي تقاتل الى جانب جبهة النصرة وجماعة اجناد القوقاز في محافظتي ادلب واللاذقية اما مجموعة جيش المهاجرين والانصار بقيادة ابو عمر الشيشاني في محافظة حلب فهي من اقوى المجموعات القوقازية حسب خبراء وتضم شيشانيين وازبك وطجيق لكنها انقسمت تدريجيا لتلتحق غالبية اعضائها بداعش بقيادة صلاح الدين الشيشاني بينما اعلن اخرون بقيادة صيف الله الشيشاني الذي قتل عام 2014 وخلفه محمد الخرساني ولاءهم لجبهة النصرة تحت اسم مجموعة مجاهد القوقاز والشام وبسبب قدراتهم القتالية العالية يشكل الشيشانيون حسب مراقبين العمود الفقري لاي عملية هجومية للمتطرفين في سوريا حسين الطوض العربية